عوضت الليرة التركية خسائرها المبكرة بعد يوم من هبوطها نحو 6% عندما خفض البنك المركزي تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان أسعار الفائدة مرة أخرى وأشار إلى مزيد من التيسير النقدي حتى مع تزايد مخاطر التضخم وفي السياق دعا زعماء المعارضة التركية لإجراء انتخابات مبكرة بعد أن هوت الليرة إلى مستوى 11.13 مقابل الدولار ينضم إلينا من أسطنبول مفدنا جياب أبو صفية جياب أهلا بك عن تحركات للليرة التركية هبوطا وصعودا نشرح لنا أكثر خلفيات هذه التحركات وتأثيراتها على الشارع التركي نعم كان هناك اجتماع للبنك المركزي على إثره كان هناك إعلان لتخفيض سعر الفائدة استبقى هذا الاجتماع وهذا الإعلان تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه معركة خفض سعر الفائدة ستستمر وسيستمر في هذه المعركة حتى النهاية يريد منها السماح لقروض أكثر ميسرة للمواطنين الأتراك ولكن هذا ينظر له أن المشاريع الناشئة ممكن أن تتأثر وممكن أن تكون هناك نهاية في مهدها أيضا هناك انتقادات واسعة من قبل المعارضة والتي طالبت بانتخابات مبكرة البعض الآخر يذهب بالتحليل أن هذه الخطوات التي يتخذها أردوغان هي لكسب الأصوات على المستوى المواطنين وعلى المستوى الشعب تحضير الانتخابات عام 2023 هذا ربما يترجم من قبل المعارضة التي طالبت في أول مطالباتها هي الذهاب إلى هذه الانتخابات المبكرة كنا قد رصدنا بعض الأنباء أو الآراء حول هذه النقطة البعض يراها أنها يمكن أن تصب في صالح أردوغان على المستوى الشعبي ولكن هناك ربما يكون هناك تأثيرات اقتصادية كبيرة جدا ممكن أن تكون تأثيراتها سلبية على الأسواق التركية يسهم أيضا في رفع نسبة التضخم أما بالنسبة للاستثمار الخارجي يمكن أن تكون هناك فرصة خصوصا في مجال الاستثمار العقاري للمستثمرين الأجانب أو القادمين إلى تركيا أيضا هناك ارتفاع في أسعار العقارات كما تحدثنا مع الخبراء خلال هذا اليوم شكرا جزيلا لمفادنا من أسطنبول جياب أبو صفية